أعوذ بالله من الشيطان الغتيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن عيام القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسنان والنجن والشجر نسجدان والسماء ربعا وربعا ميذان ألا تطور في الميذان وعكيم البضل من قسط ولا تحسر الميذان والأرض بضعها للأنام فيها فاكهة والنحذات الأجنى والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان يغلق الإنسان خلق الإنسان يغلق الإنسان خلق الإنسان اشتركوا في القناة فبأي آلاء ربك ما تتذبان كل من عليها أفان ويبقى وجه ربك من جلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تتذبان يسعله منت السماوات والأرض كل يوم هو فيه شهر فبأي آلاء ربك ما تتذبان سنخرج لكم أيها الثكلا فبأي آلاء ربك ما تتذبان يا معشاء الجنين والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أطوار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ما تتذبان يرسل عليكم شبابا نار ونحاسا فلا تنتصبان فبأي آلاء ربك ما تتذبان 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 يغرق المجرمون بسيما فيحر بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربك ما تتذبان فيحر بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربك ما تتذبان ترجمة نانسي قنقر ولمن خاف مقام ربه جلتان عن أي آلاء ربك ما تكذبان زواتا أخمام فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيه معينان تجهيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيه معينان كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متقين على فرح بطائه هام مستقوق وجنى الجنتين كان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيه إن قاصرات الزفن متقين على فرح بطائه هام مستقوق قبل طلاجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان كأنه من العقود والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان هل جاء الإحسان والإحسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متقين على فرح بطائه هام فبأي آلاء ربك ما تكذبان متقين على فرح بطائه هام فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيه إن قاصرات الزفن فبأي آلاء ربك ما تكذبان متقين على فرح بطائه هام مستقوق قبل طلاجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متقين على فرح بطائه هام فبأي آلاء ربكما تكذبا حور مخصورات في حيام فبأي آلاء ربكما تكذبا لم يتمثهم إنس قبلهم ملاجان فبأي آلاء ربكما تكذبا متكين على رفق حضر وعبكما حسان فبأي آلاء ربكما تكذبا تبارك اسم عبك بالجلال والإكلا صدق الله العظيم